السلام عليكم في هذا الفيديو سوف اوضح طريقة نقل مشروع من بلندر الى بلندر ثاني سوف استخدم هذا الاصدار 3.6 و سوف استخدم هذا الاصدار 4.0 سوف اردنا هذا المشروع اريد انقله من هذا الاصدار الى هذا الاصدار اجاب البداية يجب على فايل تحفظ الملف متك save as اجعله بمكان معين ندخل نيو تشارد تحفظ هنا 44 الملف متك تدخل الاصدار الثاني اذا تلاحظ هنا المتيريل عندنا واحد دعنا اكبر هذا البرنامج او الاصدار الذي اريد انقل للمشروع تدخل على فايل من بعدها تختار append اللي هو الحاق تختار عليه كبرها لكم أرجع هذا الملف مالتنا تنقر عليه نقرتين رح تظهر عندك كل هاي الاختيارات مثل brush إذا أنت مستخدم فرش نحت أو عندك صور أو عندك material أو mesh شبكات الobject التكستر خلينا نشوف احنا عندنا المaterial اللي هو قد تلكم بسمية تسمية واحد تمام هو عندنا الobject هذا الobject اللي نختاره نقرتين مباشرة ننتقل إلى GX تمام هزا خلينا أرجع هذا التابع لكم إذا تلاحظ كاميرا إليك هذا الاصدار الحالي وهذا الاصدار اللي نقلت له المشروع مالتي هاي كل الخطوات بهذا الفيديو طبعا تقدر تنقل ملف إلى ملف ثاني بهالطريقة هاي تمام وآخر شيء اذا اواضح نطق الفرق بين Append وال Import ال Import إذا عندك أي صيغة انت مشتغلها ببرامج 3D مثل 3D Max أو Maya تقدر تصدر مشاريعك بهالطريقة مثل صيغة FVX وتسوي لها عميلة استيراد بصيغة FVX وهذا الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية وهنا وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى اللايك للمقطع